كل ما بتفرج على الدراما بتحس ان انت عايز تفضل تتابع معايا في الستوديو الناقد الفني اسستر ايش ناوي اللي طبعا حيكون فيه مبيني ومبينه سوالات وجوالات في الاعمال الفنية ويمكن احنا بعد مرور النهاردة اليوم 19 هنتكلم عن حاجات كتير جدا في دراما رمضان اللي حضراتكم بتتبعوها كل يوم برحب بيك ومساء الخير أهلا مساء الفل كل ساء وانت طيب وانت طيبين كده احنا تقريبا خلاص بنتكلم على العشر الاواخر والنهاردة الحلقة 19 في كل الاعمال فانا عايزة الاول نتكلم عن احنا امام موضوعات كثيرة جدا الدراما بشكل عام السنة دي الحقيقة مميزة والناس اعتقد مش عارفة تتفرج على ايه ولا ايه وده شيء كويس ان الناس تختار يبقى عندها فرصة الاختيار انا عايزة ابدأ اللي يمكن ختمنا بالمشهد اللي كنا بنشوفه بتاع الكبير والكبير عامل ضجة زي ما الاعمال الكوميديا السنة دي منورة على شاشة رمضان ده صحيح احنا اتحرمنا الحقيقة في السنوات الاخيرة من معنى الكوميديا بالنسبة كبيرة جدا كنا بنشوف تهريج والتهريج بالمناسبة حتى التهريج له قواعد يعني فيه تهريج معقول وتهريج ده متقيل والتهريج ده متقيل ده كان اللي فات كان تهريج ده متقيل حتى وشيش ان المصريين دمهم خفيف اه فلما انهرج بشكل بايخ شعب المصري ده شعب دمه خفيف صح فانت لما تيجي تعمل كوميديا خد بالك ان انا وانا بتفرج عليك انا شخص كمان دمي خفيف زيك حتى على التهريج ما كانوش نكحين الحقيقة فكان خلو يعني بدأت الدنيا تحسي انه طب فين قوة مصر في كبار النجوم كوميديا اللي احنا عيشنا عليهم مفيش السنة دي بقى الحقيقة الاعمال الكوميديا كتيرة ومبهجة ومفرحة وجاذبة